اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من الجلدة للجلدة مع عبداللطيف ولسه مكملين في حلقات التريلرز بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2023 وفي الحلقة دي معانا رواية التابوت للكاتبة شيماء بدران ركز معايا في الجملة اللي جاية دي في نهاية المطاف لن يختار أحدنا التابوت الخاص به دي كانت الكلمة اللي بدأت بيها الكاتبة رواية التابوت محدش فينا بيختارها يموت إمتى ولا هيدفن فين محدش بيختار مصيره سواء في الحياة أو في الموت فتعالوا أخدكم في جولة بين أخشاب التابوت قصدي جوه صفحات الرواية حكايتنا بتبدأ مع كاميليا وهي شيلة شنطة سفر وبتجري على شنط تلحق الباص اللي يا دوب كانت بتلحقه على آخر لحظة وبدأ الباص يتحرك وبدأ يروح لمناطق كلها عبارة عن جبال بطالتنا اللي بتحب التدوين بدأت إن هي تطلع الدفتر الكبير بتاعها وتدوين لنا كل خطوة بتحصل لها في الرحلة دي الرحلة اللي بتاخدنا فيها البطلة بتاعتنا من محافظة القاهرة لمحافظة البحر الأحمر بعد ما قررت إن هي هتستقر هناك لفترة من الزمن وتبدأ من هناك ترتب سفرها لألمانيا لكنها في محافظة البحر الأحمر بتقوم بمغامرة أو بتلاقي نفسها دخلت جوه مغامرة بتغير مصار حياتها كاميليا كانت رايحة تشتغل مشرفة للطاقم الطبي في العناية المركزة في مستشفى جوه محافظة البحر الأحمر شافتها فرصة إن هي تبدأ تطور من الشغل بتاعها خاصة إنها في المستشفى دي هتشتغل مع طاقم أطباء متطور ده كترة كبار ومستشفى نفسها أصلا مستشفى كبيرة لكن زي ما هتعرف معي قدام شوية إن الأمور لم تسير حسب ما خططت لها كاميليا من أول ما كاميليا دخلت للمستشفى كانت حاسة إن هي في ضغط نفسي رهيب بسبب كل حاجة بتشوفها في الشغل شغلها اللي كان بيحتم عليها التواجد جوه العناية المركزة طول الوقت حاجة مرهقة بدنيا وذهنيا جدا والرواية هنا بتبدأ تاخدنا لكذا رحلة أول رحلة فيهم هي رحلة كاميليا جوه المستشفى العناية المركزة اللي متأسمة في الأساس لسرائر كل سرير لي حكايته اللي تعرفها جوه الرواية بالتفصيل بتوصف لنا كاميليا قد إيه الشغل فيه مناخ زي ده حاجة مرهقة جدا تخيل إنك طول الوقت محبوس في مكان مش بتشوف الشمس ولا الشوارع إلا نادرا ما بتعرفش إنت الصبح ولا بالليل إلا عن طريق الساعة أغلب ساعات يومك بتقضيها جوه المستشفى اللي رحتها يا إما موت يا إما تعقيم ما بعد الموت ده غير بقى باقي الرواقح الكريهة اللي مالية المكان ضيف على كده إنك لازم تفضل مركز مع أصوات الأجهزة اللي حواليك اللي طبعا كتير جدا لازم تكون مركز ومنتبه مع كل صوت لأن كل صوت ليه معنى وكل صوت ليه دلالة صوت زي صوت جهاز المونيتور التنفس الصناعي وغيرها طبعا من الأجهزة كل جهاز فيهم بيديك إشارة معينة كده عن طريقها تبدأ تتعامل مع المريض باستخدام الإشارة دي المرضى اللي حواليك كل واحد فيهم بيسرخ وكل واحد فيهم عايش في موال تخيل تكون بتقضي حياتك فيه مناخ زي ده مكرس كل حواسك لخدمة المرضى وده ممكن يكون بمزاجه لكن دي في الأساس طبيعة الشغلة ده طبيعة الشغلة هي اللي بتفرض عليك إنك تشتغل بالشكل ده في أيام الشتاء تخيل أنت الناس كلها متدفية في بيوتها وسط عائلتها وإنت بتضطر تنزل بالليل علشان عندك نباطشاية في المستشفى أو أنك شايف كل الناس رايحة تعيد وكلهم لبسين لبس العيد وإنت اللي نازل نباطشاية في المستشفى علشان تقعد وسط المرضى تخفف عنهم ألمهم وتساعدهم وتقول لهم بينك وبين نفسك بكلام يعني مش بيتقال إنك قاعد وسطهم ومكرس حياتك ديهم وسايب أهلك وسايب كل حاجة علشانهم هم علشان تخفف عنهم ألمهم لأن دي رسالة إنت أقسام تقدام ربنا إنك تفضل ماشي فيها ومكمل فيها ضيف بقى على كل الحاجات دي اللي هي مشتركة أصلا في جميع أقسام العناية المركزة في كل مستشفيات إن المستشفى دي موجودة على الطريق الصحراوي فبالتالي المستشفى شغالة 24 ساعة ما بتونيش لأن الطرق اللي بشكل دي الحوادث عليها بتكون كتير فبالتالي حالات الطوارئ والعناية المركزة طول اليوم شغالة فالمكان طول الوقت مليان دم ومليان موت برغم بقى إن كاميليا قبل كده اشتغلت في مستشفيات كتير وإن دي مش أول مرة تتعامل فيها مع ظروف سوداوية زي دي في الشغل إلا إنها كانت حاسة إن المستشفى دي بالذات فيها حاجة مش مضبوطة هنسيب كاميليا بقى ونروح في خط زمن ثاني مع راهبة بتبدأ تظهر لنا في الرواية اسمها كاترينا كاترينا عايشة في دير جوه أثينا في عصور قديمة جدا في الوقت اللي بينتشر فيه وباء فتاك في اليونان بيضطروا يحولوا الدير اللي هي عايشة فيه لمستشفى علشان يستوعبوا أعداد أكتر من المرضى في الوقت ده بتتعرف كاترينا على طبيب في الدير الطبيب ده كان اسمه فيليب فيليب بيكون واحد من أشطر أطباء المدينة بتتعلم كاترينا الطب على إيده بتبدأ تشتغل كممرضة وبتكون واحدة من أشطر الممرضات في الدير بيحاول فيليب هو ورفقاءه من الأطباء وتقم التمريض إن هم يلاقوا علاج للوباء ده لكن بسبب زيادة أعداد الناس اللي بيموتوا من الوباء جوه الدير فيليب بيتحكم عليه بالإعدام وده مش نتيجة تأثير منه لا ده نتيجة وشاية هيتعملت فيه فبيقرر فيليب هنا إنه هيهرب وهيسيب أثينا هنا كاترينا ما كانتش مطلوبة للإعدام زيه لكن فيليب كان عملي يتحاير عليها إن هي تهرب معاه وبعد صراع كبير بين كاترينا وبين فيليب بتقرر فعلا إن هي في النهاية هتهرب معاه لإنها من ناحية كانت وثقة إنه مش غلطان وإن الحكم ده ظالم تجاهه وإنه بالفعل طبيب شاطر جدا وعلى جانب آخر بقى هي كانت وقعة في حبه وفي غرامه لكن طبعا بما إنها راهبة فعفتها كراهبة ما كانتش ينفع تدنس بهذا الحب لكنها على الأقل قالت أنا بحبه ومش هقدر أقرب له بس هفضل جنبه خلينا بقى نرجع مرة تانية لكاميلية اللي لحد دلوقتي وجودها في المستشفى مسبب لها حالة من الظعر والرعب كل يوم الموضوع بدأ يزيد مع كاميلية حالة الرعب اللي هي عايشة فيها كانت بتزيد مش بتقل ما كانتش بتتعود على المكان وخلاص لحد ما في مرة من المرات بتدخل الأسانسير والنور بيقطع هي هنا قدرت تتماسك شوية كده مع إنها كانت خلاص شوية وهتبدأ تصوت لحد ما يغم عليها لكن لحسن الحظ إن الكهرباء جوه الأسانسير رجعت بسرعة أول ما باب الأسانسير اتفتح بطلتنا نطت من الأسانسير وطلعت تجري لكنها ما لحقتش تاخد نفسها وتفوق من الصدمة اللي هي دخلتها في الأسانسير إلا وشافت وحدة قدامها خضتها وعملت لها رعب فوق الرعب نتيجة لإن شكلها غريب وهدومها أغرب يمكن كاميليا ما تعرفهاش لكن إحنا عارفينها كويس دي كاترينا أيوة كاترينا اللي مفروض هيلبت معها الدكتور في عصور قديمة جدا لو إنت فاكر إن هي دي المشكلة اللي بتقابل كاميليا في الظرف الحالي فإحنا لسة أصلا بنقولي ياهادي ليه بقى لسة بنقولي ياهادي لإن كل حاجة حوالين كاميليا شكلها كان بتغير الحوائط الأرضيات الممرات كل دي حاجات كانت بتتغير كلها بين إن هي قديمة يعني مش قديمة إن المستشفى تحولت لمستشفى محجورة لأ أنا بكلمك إنها قديمة في الزمن المكان اللي هي موجودة فيه دلوقتي هو عصر قديم أكيد دلوقتي إنت فهمت معايا إن كاميليا انتقلت بالزمن للعصر اللي كاترينا كانت عايشة فيه لكن ليه دا يحصل لها من وسط كل العاملين في المستشفى وإزاي هتقدر ترجع بالزمن بتاعها الحاضر بتاعها مرة تانية هنرجع تاني للمستشفى اللي بدأ أفراد منها يختفوا تماما سواء مرضى أو عاملين من الأطقم الطبية في لحظة من اللحظات مش هتكون عارف اللي حواليك مين الحقيقي فيهم ومين المزيف هتبدأ تشك في كل شخص وإما تخلص عليه علشان تحمي نفسك يهو يخلص عليك علشان شايفك عدوه اللواية دي تصنفها رعب بنفسي بتحكي لنا تجربة قاسية جدا من حكايات التجارب على البشر اللي مش شرط أبدا تكون سببها إيجاد علاج أو تطور صبه للعلاج الطبي لكن وإنت بتقرأ هتكون حابب تتعرف على العالم اللي عايش فيه كاترينا وإيه علاقته بالأحداث التانية لحد ما هتوصل لنقطة معينة هتربط العوالم دي ببعض والأحداث نفسها ببعض وهتحس إنك بتقرأ روايتين جوه رواية واحدة كل رواية فيهم ليها شخصيتها وأحداثها وأجواءها ونمطها المختلف وعوالمها اللي هتتجمع كلها في نقطة علشان تشوف في الآخر الأحداث كاملة وتظهر الرواية زي قطعة البازل المكتملة اللي انت بنفسك قدر تتجمع أجزاءها من بين السطور يا ترى كاترينا عايزة من كاميليا إيه؟ وإيه سر الأحداث الغريبة اللي بتحصل لكاميليا؟ كل ده هنعرفه أكتر في رواية التابوت للكاتبة شيماء بدران على فكرة دي مش الرواية الأولى للكاتبة ديها كمان رواية الناقوس ورواية هازارد اللي هتلاقوهم في صفوف الأعلام بيعا في جناح دار إبهار للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته عام 2023 لو عاوز تقتني الرواية هتلاقيها موجودة في دار إبهار اللي هتكون متواجدة في المعرض السنة دي في قاعة واحد جناح سي 23 وشوفك إن شاء الله في حلقة قادمة وسلام عليكم